بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج فتاوى وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى نعرض أسئلاتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح السلام عليكم يا شيخ صالح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على بركة الله نبدأ هذه الحلقة ونذكر الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل عبر الواتساب وكذلك عبر الرسالة النصية فقط 05-01-7-8-55-3-6 بداية معالي الشيخ هذا أبو عمر من جدة يسأل بارك الله فيكم يقول كثرة الحديث عن فضل سورة البقرة وعن آية الكرسي فما هو الفصل في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سورة البقرة سورة عظيمة وهي سنام القرآن كما جاء في الحديث والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فهي سورة عظيمة فيها آيات عظيمة وفيها عبر وعيضات فهي سورة عظمها الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله عليكم وبالنسبة لآية الكرسي آية الكرسي آية عظيمة أيضا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها إنها يفر الشيطان من قراءة سورة البقرة وفيها آية الكرسي الآية العظيمة وهي تقرأ في الصباح وفي المساء في الورد وفيها خير وبركة وفيها عظة وعبرة نعم أحسن الله عليكم يقول هل ورد فضل في قراءة سورة البقرة يوميا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فهذا هذا حديث عظيم فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان هذه ميزة عظيمة وسورة البقرة تشتمل على آيات مفصلة في العقيدة في العبادة في الوعد والوعيد في الأحكام الشرعية هذه سورة عظيمة نعم أحسن الله عليكم وأثابكم الله علي عبد الباقي من السودان يقول الأرزاق والأعمال والأعمار مكتوبة فما توجيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه نعم هذا مبني على سبب فهذه الميزات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم مبنية على سبب هو صلة الرحم نعم فهي جزاء من الله لمن وصل رحمه بأن يعطيه هذه الهبات العظيمة نعم أحسن الله ليكم وأثابكم الله أبو عبد المنعم من الرياض يسأل عن قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ضخرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى كيف يكون ذلك؟ يكون بأن من أصابه عسر فإن اليسر قريب منه مع المعي هذه فالمسلم لا يضجر من من العسر إذا أصابه لأن لأن الفرج قريب منه إن مع العسر يسرى مرتين إن مع العسر يسرى فالعسر الواحد معه يسران ولن يغلب عسر يسرين نعم أحسن الله ليكم أيضا عبر جوال البرنامج هذا السائل يسأل عن تفسير قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحة أو لحم خنزير الآية نعم هذا في أول الأمر ثم نزل نزل تحليل وتحريم بعد ذلك ينظف إلى ما سبق في في هذه في هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه هذه الآية التي ذكر فيها الله سبحانه وتعالى أن هذه هي المحرمات في ذاك الوقت ثم جدت محرمات أخرى ألحقت بها حتى تكامل هذا الدين نعم بارك الله فيكم أبو هشام من تبوك يقول يسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ما معنى هذا الحديث وما المراد بإحياء السنة من سن في الإسلام سنة حسنة يعني أحيى سنة ما هو اللي وضع السنة لكن أحيى سنة شرعها الله سبحانه وتعالى وغفل عنها الناس هو فعلها وأحياه وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أناس جياع فحث المسلمين على الصدقة حث المسلمين على الصدقة فجاء كل جاد بما يسر الله له ثم جاء رجل معه صرة من الذهب قد كادت يده أن تعجز عنها من الذهب أو من الفضة كادت يده أن تعجز عنها ووضعها عند الرسول صلى الله عليه وسلم فتهلل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الإسلام يعني أحيى سنة معنى سنة يعني أحيى سنة فله أجرها وأجر من عمل بها أحسن الله إليكم وأثابكم اللهم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة مع برنامج فتاوى متواصلين معكم ومع أيضا أسئلتكم التي تصلنا تباعا على جوال البرنامج معالي الشيخ بارك الله فيكم هذا يقول إذا دخلت المسجد فوجدت الصفة مكتملا فهل أسحب رجلا معي أم أصلي في الصف مع الجماعة وحدي أم ماذا أفعل جزاكم الله خير الجزاء حاول أن تدخل في الصف فإن لم تجد يعني فرصة في دخول في الصف لأن الصف مكتمل ومتراص فحاول أن تدخل عن يمين الإمام تدخل عن يمين الإمام إلى أمكان فإذا لم يمكن هذا ولا هذا انتظر حتى يأتي من يصفه معك نعم أحسن الله إليكم سؤاله الآخر يقول هل يجوز دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات حيث أنهم صغار وليس هناك أي دخل يعيشون منها نعم لكن تدفعها لوكيلهم الذي يتولى شؤونهم نعم وهم أولى بها أولى بزكاتك أقاربك إخوتك وأخواتك أولى بزكاتك نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله يقول بارك الله فيكم أيهم أفضل تنفيذ الوصية التي أوصى بها والدي وهي أن أحفر بئرا في خارج المملكة للفقراء في دولة فقيرة أم أن أخذ هذا المبلغ وأدفعه لمن يريد أن يحج حجة الفريضة لا نفذ الوصية نفذ الوصية الله جل وعلا يقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فنفذ الوصية كما جاءت ولا تغير فيها نعم أحسن الله إليكم هذا يقول إذا توفي أحد أقارب الشخص أو أصدقائه وهم في بلد غير البلد الذي هو بها هل يشرع له أن يسافر إلى البلد الذي هم فيه لتأدية العزاء ومواسط أهله في فقيدهم اليوم الحمد لله لا حاجة إلى السفر لأن فيه الاتصالات وسائل الاتصال تتصل بهم وتعزيهم نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله هذا يقول أنا لا أستطيع أن أدي الحج نظر بظروف الصحية فهل يسقط عني الحج أم أوكل أحداً قادر على ذلك مع دفع قيمة الحج نعم إذا كنت لا تقدر على الحج ببدنك لا حاضراً ولا مستقبلاً ولا ترجو أن يزول عنك المانع وأنت لم تهج فأنب من يهج عنك وادفع له تكاليف الحج نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله هذا يقول ما تفسير قول الله عز وجل صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة دين الله عز وجل صبغة الله دين الله عز وجل وما يكون من أثره على المسلم هذا الدين له أثر على المسلم إذا تمسك به نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله يقول والدتي كبيرة في السن أحسن إليها وأقدم لها الخدمة وهي تدعو علي كثيراً وهي في حاجتي وقد نصحني خالي بتركها لكنها ضعيفة ومسكينة فهل يصيبني دعاؤها لا يصيبك دعاؤها وأحسن إليها وأحسن إليها وإن شاء الله أنت على خير نعم لي قريب محتاج وأريد أن أدفع له من زكاتي ولو قلت له أنها زكاة لم يقبلها فهل أعطيه وأنا الساكت إذا كان هو لا يقبل الزكاة فلابد أن تخبره أما إذا كان معروف عنه أنه يأخذ الصدقات فأعطيه ولا تبين لأنها زكاة نعم نعم هذا سأل آخر يقول ما تفسير قول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً نعم لا تجعلوا دعاء الرسول يعني نداء الرسول صلى الله عليه وسلم كدعاء بعضكم بعضاً بل إنه يخفض صوته إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرته وأجر عظيم يتأدى بالإنسان مع الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا حتى إذا جاءه يسلم عليه في قبره فإنه يعمل بذلك ولا يرفع صوته عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله عليكم أبو عبد الله من جدة يقول أنا ولله الحمد ولا أزكي نفسي أنني صاحب طاعات مختلفة ولله الحمد منها الظاهر ومنها الباطن ولكنني أريد أن أعرف هل أنا في الطريق الصحيح وفي الطريق المستقيم كيف أقيم ذلك أن تعمل وأصلح النية لله عز وجل وأنت على خير نعم يقول بارك الله فيكم من هو المؤمن الحقيقي المؤمن الحقيقي الذي يستكمل أركان الإيمان ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربة واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أحسن الله عليكم وأثابكم الله أبو ثامر من الرياض يقول ما هو أجر وفضل من يدعو غيره من غير المسلمين إلى الإسلام ويدخل في الإسلام أجر عظيم إذا دعا إلى الله كافرا وأسلم هذا الكافر فله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى من دعا إلى هدى قال الرسول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا أحسن الله عليكم أيضا سائل آخر يقول متى أكون هاجرا للقرآن ويصدق علي قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا الهجر أنواع منه هجر التلاوة وهجر العمل بالقرآن وكذلك يعني هجر تلاوة القرآن هجر تلاوة القرآن وهجر تلاوته وهجر العمل به فالهجر أنواع على المسلم أن يجتهد ويجد في العمل بالقرآن والسنة وطاعة الله عز وجل أحسن الله عليكم وأثابكم الله هذا سوداني مقيم في المملكة يقول أن لي والدي والدي في السودان هناك ولكن لا أستطيع أن أصله إلا كل سنتين تقريبا هل أدخل في العقوق في ذلك اليوم الحمد لله تأسرت وسائل الاتصال اتصل به فيه وسائل الاتصال التلفون فيه الكتابة له فيه فهذا متيسر اليوم الحمد لله ولو لم تسافر إذا سافرت لأجل صلة الرحم فهذا شيء طيب ولكن إذا صعب عليك ذلك فعلى الأقل بالاتصال في وسائل الاتصال ومكالمتهم والسلام عليهم والدعاء لهم نعم بارك الله فيكم يقول بحفظكم الله كيف تكون الوسطية والتسامح في الإسلام ونحن أيضا نطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج وقد قالها في الحج فقط الوسطية هي الاعتدال بين الجفاء والغلو الاعتدال بين الجفاء والغلو هذه هي الوسطية جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة الحمد لله دين الإسلام دين الوسط والمسلم هو الذي يعمل بالوسط إذا تمسك بالإسلام فهو على الوسط بين الغلو وبين الجفاء أحسن الله عليكم هذا يقول أنا شاب ولله الحمد وملتزم أحيانا وأحيانا يصيبني بعض الفتور ما هي وصيتكم لي حيث أنني أقرأ وأسمع بعض ممن يحبطونني في ذلك لا تلتفتي ليهم ولا تستمع لهم وأحرص على سماع الخير وفعل الخير ومجالسة الصالحين مع العمل الصالح فعل الخير نعم أحسن الله عليكم يقول هذا برك الله فيكم أبو داود من الدمام يقول هل كل من أصابه سحر أو عين عليه أن يذهب للقراء ليقرأوا عليه عليه بالرقية يذهب إلى الرقات يذهب إلى الرقات ولكن بعض الناس يبالغ يعتبر أن كل شيء يصيبه فهو سحر والمصائب كثيرة والله جل وعلا يبتلي عباده إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط نعم أحسن الله عليكم هذه أم عبد الله تقول ما هي وصيتكم للمرأة المسلمة للبعد عن الفتن وكذلك للالتزام بأوامر الدين المسلم سواء كان رجل أو امرأة مأمور بهذا بالابتعاد عن الفتن وعدم حضور مجالس الفتن أو الاستماع إليها في وسائل الاتصال يبتعد عنها وعن ذكرها ويسأل الله السلامة نعم أحسن الله عليكم سؤاله الآخر تقول صلاة المرأة في بيتها أو في الحرم إذا كانت ذاهبة إلى مكة المكرمة أيهم أفضل في ذلك الأفضل صلاتها في بيتها الأفضل صلاتها في بيتها وإذا ذهبت إلى الحرم لتطوف مع المسلمين وتصلي فهي على خير أيضا نعم أحسن الله عليكم لكن مع الستر السلام نعم هذا يقول بارك الله فيكم يكثر بين الشباب هداهم الله الحلف بالطلاق دون معنى فهل يتم هذا الطلاق أم أنه من لغو اليمين إذا حصل للشخص شيء من هذا فعليه أنه يذهب إلى مكتب الطلاق في دار الإفتاء أو يتصل بهذا المكتب بواسطة التلافون أو يكتب لهم وإن شاء الله يحصل على الجواب جزاك الله خير يا شيخ صالح وبرك الله فيك وفي علمك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا أيها الإخوة والأخواتي لهنا ونأتي لأختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاة وقد أجاب عن أسئلتكم مع للشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعونا أحسن كما أسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه وأن ينصر جنودنا المرابطين في كل مكان إنه سميع مجيب الدعوة نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاءة مقبلة ولكم تحية الزملاء كافة والمخرج سلطان العتيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته